بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلا دارمه رداء خفيا قال ربي إني وهن نار مني واشتعل الرأس شعبا ولم أكن من معارك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراي وكانت الرأس عاقرا فهب لي من لدنك وليا يردني ويرد من آل عقوب واجعل رب رضيا يا ذكريا إنا نمشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب جل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب ما أحاى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدائه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتهلت من دونهم شجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمسل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لا هبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحبلته بانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخور إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجز النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينة فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضانوا فإنما يقول لكم يكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلب الأحزاب من بينهم فويل للذين كروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في الضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأرض وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لعبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغسر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخار أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ونيا قال أرارب أن تعنا ليأتي يا إبراهيم لئن لم تنت إلى أرجمنك لئن لم تنت إلى أرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغنم لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أساء أن لا أكون من دعاء ربي شقيا فأما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل من جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جالب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه منضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عنيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من درية آدم من درية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن درية إمراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وكان خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات وثوب يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلبون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بخرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمل ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبرن عبادته هل تعلم لهم سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوم أخرج حيا أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جيئا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم شد على الرحمن إيتيا ثم لنحن أعلم للذين هم أولى بها الصينيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجثيا وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن هديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وأساسا ورئيا قل من كان بالضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يبعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان وأضاف ضدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباطيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير مردى أبرأت الذي كبر في آياتنا وقال له تينما لو ولدا أطلع الغيبان اتخذ من در رحمن عهدى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرذر ما يقول ويأتينا فردى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيطرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ومدى ونسرق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشباعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتبطلن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما فيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر